جاهز عمو الملف اللي معك فيه تفاصيل كل شغل صارت من اللحظة اللي تمت فيها الشراكة ولحد هلا بما فيهن متل ما قلت لك إعادة الهيكل الإدارية لدانتيل والوظائف الجديدة اللي تم تعيينه والديزاينر شو صار معكم مشانو؟ أنا حكيت مع كتير مصممين أزياء إخر فترة وأكيد كان كتير صعب إنه حدا منهم يقتنع يجي أشتغل بدانتيل هالفترة بس قدرت أوصى الاتفاق معين مع المصمم ناني وديع وبالمبدأ هزئن شكراً كتير لجهودك دانا معت في داعي نحن خلص مشي الحال اتفقنا مع باس الحرب مع أساس هو رفض كان رجعت اجتماعات معه وقدرت أوصل معه لعرض مناسب موجود عندك بأول صفحة أمو بس عمي أنت مو شايف إنه المبلغ كبير معك حاب أنا كمان بالبداية حسيته إنه كبير شوي بس سديني إنه المكاسب المنتظرة من ورا هذا التعاقد رح تكون أكبر بكتير على المدى البعيد يعني مجرد ارتباط اسم دانتيل بمصمم أزياء بمستوى بعث الحرب هذا بحد ذاته رح يعملنا جذب كبير ما في منطق بيقول ليش بدنا ندفع مبلغ كبير لمصمم أزياء ما بنعرف شو ممكن تكون نتيجة شغله وبزيت الوقت مقدر ندفع مبلغ أقل لمصمم أزياء بيعطينا زيت النتيجة وانتي المنطقي بالنسبة لإلك إنه نحن نسترخص ونجيب هيك أي مصمم أزياء حي الله بس من شان نوفر شوية مصاري انتي شايفة إنه هذا اللي انتي جايبته هو اللي رح يوقف دانتيل على رجليها أنا عم فكر للمدى البحيد يمكن هالأزمة ما نقدر نطلع مننا بسرعة انت رح تأخذت قرار من دون ما ترجع لنا بس إذا بتتذكري اسم باس الحرب انطرح على هاي الطاولة وأكيد انتي بعمليات بحسك عنه عرفتي قديش هو مهم بعلم الأزياء بلبنان وبرى لبنان بس بالله مين هذا رامي شو كان اسموه؟ داني وديع اللي جايبتي مين هاي؟ ماليش ماليش عمي رغم كل هيك أنا شايف إنه لساته المبلغ كبير عمو بس نحن رح نقدر نرجع باسرع وقت مجرد ما باس الحرب يطرح معنا مجموعته الأولى بنقدر نرجع للمبلغ تكون واسق به الشي توقيع أمتى سيكون؟ موضوع التعاقد مع باس الحرب لازم يكون حدث كبير يعني لازم يكون حديث الصحافة والبرامج اللي خصة بالموضة كرميل هيك أنا عم بعمل بيجز جديد لداونتال على فيسبوك وإنستغرام لأنه البيجز اللي قدام ما كانوا بروفشنال مثل ما لازم ومن خلال هول البيجز رح خلي الناس متشوقة وناطرة المجموعة الجديدة لباس الحرب المهم تبدو هلا ما بدي تأخير أنا يلا بابا شكراً أمو مو مقاول شو غليظة تصدق أنه أنا مبسوط أنه حرجناها قدام بي أكتر ما مبسوط من الديل مع باسل؟ ولسه رح نحرجها أكتر ونخجلها لما تنجح التصاميم ونربح مصاري أكتر من اللي دفعتهم هي وأبوها شعن تبطل تتأنزع علينا شكراً أمو شكراً بكم شكرا